خطط تضمن حلولا قصيرة وبعيدة الأمد لإنهاء مشكلة المياه في محافظة البصرة التي تعاني من ارتفاع الجبهة الملحية في مياه شط العرب تمت مناقشاتها في المؤتمر العلمي الذي نظمته وزارة الموارد المائية بحضور أساتذة وباحثين مختصين من جامعة البصرة لغرض إيجاد حل لأزمة أثقلت كاهل البصريين تمت مؤتمر علمي للباحثين لتقديم رؤاهم ومعالجاتهم لهذه الظاهرة نحن كوزارة منفتحين على كل المقترحات هناك أيضا قرار حكومي بهذا المجال أنه التوجه إلى استشاريين دوليين للمزيد من توضيح بشكل حيادي مقترحاتنا لإستطيع الوزارة قوم بها أو الجهات الأخرى مشكلة الملوحة هي تحدي كبير سببت تفاقم أزمة المياه في محافظة البصرة سببت تردي في خصائص المياه الكيميائية والأحيائية وبدت كعام يهدد حياة الإنسان وحياة الحيوان والحياة النباتية أسباب الإخفاق في إيصال قناة البدعة بسبب التجاوزات والتكسرات اضطر مديرية البصرة إلى خلط مياه شط العرب لكن في الوقت الحاضر لم يعد هذا مجدين بالحقيقة هو يسبب الضرر أغلب البلدان المجاورة للعراقي تعتمد على مياه البحر من خلال محطات التحلية لكن في العراق حتى اللحظة لم تنشأ محطة حديثة توفر المياه الصالحة للشرب فيما يؤكد مختصون وجود محطتين في محافظة البصرة أنشئتا منذ سنوات لكن متوقفتان عن العمل حتى يومنا هذا من 2009 عدنا محطين تحلية مياه بحر وحدة بالفار وحدة بالسيبة لكن لم تستخدم ولا ساعة ما كان لجاهزة منصوبة لكنها لم تستخدم الأمر الذي يجعل الفلات المالتها تتعب وكل وضعيتها تتعب فهي مشكلتنا سوء الإدارة في حل الأزمة ولذلك إحنا جئنا من جامعة البصرة ننادي بأن نضع دليل بروتوكول لكيفية إدارة الأزمة ارتفاع الجبهة الملحية يعود لأسباب عديدة منها الطبيعية متمثلة بقلة سقوط الأمطار وأخرى تتعلق بتناقص تصاريف مياه دول المنبع وإنشاء سدود خزنية وارتفاع المنسوب البحري عن معدلاته الطبيعية كل هذا أثر على تدفق المياه العذبة من بغداد جابر جمال قناة الرشيد الفضائية